موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ومقال هوغ نايلور بعنوان ترنح الهدنة الجزئية في سوريا وسط اتهامات متصاعدة للنظام بشنه هجمات وعقبات في إصال مساعدة إنسانية للمناطق المحاصرة وأشرت الصحيفة إلى تحذيرات أطلقتها المعارضة السورية بأن استمرار هجمات النظام السوري سيؤدي إلى انهيار الهدنة الجزئية واستئناف مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة اليوم الأربعاء ونقلت الصحيفة عن مقاتل من المعارضة يتصدى لهجوم قوات الأسد في جبال محافظة لذقية قوله إنهم يتعرضون لأكثر من خمسين غارة جوية روسية يوميا منذ بدء الهدنة ولفتت الولستريت جورنال الأمريكية إلى أن وقف إطلاق النار أعاد لاحتجاجات السلمية لبعض مناطق سوريا التي تسيطر عليها المعارضة وقالت الصحيفة إنه في مشهد لم يكن من الممكن تخيل حدوثه قبل أشهر خرج أمس الجمعة متظاهرون في عشرات المدن والأحياء السورية التي تقع تحت سيطرة المعارضة يلوحون بأعلام الثورة ويهتفون بالحرية وأضافت أن رفع اللفتات وإطلاق الهتفات ضد نظام الأسد وسط هذه الظروف يعتبر تذكيرا جريئا بالاحتجاجات السلمية التي انطلقت في ربيع عام 2011 وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلام الرسمي السوري أهمل تغطية المظاهرات كما تعرضت منطقة المظاهرات السلمية في دماء بضحية دمشق لقصف بالهاون بعد نصف ساعة من تفريق المتظاهرين ونقرأ في صحيفة الحياة مقالا لنور الدين الفريضي بعنوان أوروبا تحتمي بالأسلاك الشائكة حيث أعلن الاتحاد الأوروبي إغلاق حدود البلقان حتى بالأسلاك الشائكة أمام عشرة الآلاف من اللاجئين السوريين من اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان ومن بينهم 13 ألف عالقون منذ أيام في الجانب اليوناني مع الحدود المقدونية أتى ذلك بعدما ضمنت أدول الأوروبية موافقة تركيا على استعادة المهاجرين الذين عبروا أراضيها بصفة غير مشروعة في اتجاه اليونان ووعد القادة الأوروبيون رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو في قمة استثنائية عقدت في بروكسي الأمس قبول توطن لاجئين سوريين يتواجدون في تركيا كما أن الاتفاق يقتضي أن تستعيد تركيا المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان عبر شبكات التهريب بما في ذلك السوريون على أن تبحث طلبات لجوء هؤلاء في تركيا قبل نقلهم إلى دول أوروبية وشددت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على أن التعاون مع تركيا يكتسب أهمية كبيرة لأنه يمكن من تحسين ظروف معيشة اللاجئين في الدول المجاورة وبالتالي يقلل من شروط فرارهم منها وأضفت ميركل أن التعاون مع تركيا يمثل وسيلة تخفيف للضغط على اليونان ومكافحة شبكة التهريب وأكدت القمة أن طريق الهجرة غير الشرعية عبر غرب البلقان انتهت وأصبحت الآن مقفلة وقد تشمل إجراءات الترحيل في مرحلة أولى حامل الجنسيات المغربية والباكستانية والأفغانية وفي المقابل تعيد الدول الأوروبية بتوطين الألاف من اللاجئين السوريين الذين قد ينقلون جوان من تركيا إلى دول الاتحاد وتمثل إدارة أزمة اللاجئين ورقا مهمة في أيدي تركيا في مفاوضات عضويتها الأوروبية ونطالع في صحيفة النهار اللبنانية مقالا لراجح الخوري بعنوان أوباما في إمرة بوتين كان من المضحك أن ترد واشنطن على اتهامة المعارضة السورية لها بأنها تقدم تنازلات لروسيا جون كيربي قال أن واشنطن لا تقدم تنازلات لموسكو وإنما تعمل معها لوقف الحرب وإحلال السلام في سوريا كان الأصح أن يقول إنها تعمل بإمرتها في رده المضحك على رياض حجاب الذي اتهم الأمريكيين بأنهم يتنازلون لمصلحة الروس في الكثير من المسائل وفي الواقع لم يكن أحد في حاجة إلى تصريح حجاب لكي يعرف مثلا أن جون كيري أصبح في نظر الدبلوماسية الدولية كأنه مجرد معاون لسيرجي لافروف وكان من الواضح أن أوباما يعمل على خطى فلاديمير بوتين في سوريا سواء في صمته المتكرر على استعمال الفيتر الروسي ثلاث مرات في مجلس الأمن أو في تعاميه عن الجسر الجوي لتسليح الأسد نعم المؤامرة التي وضع لافروف خطوطها لنسف محتوى القرار الدولي 2254 عبر الحادث عن تقديم الانتخابات الرئاسية والنيابية السورية التي يقترحها الأسد على تغيير الحكومة في عملية انتقال سياسي وإقرار دستور جديد وكل ذلك في ظل ذلك الكلام المخادع على أن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبله في حين أن نصف هذا الشعب في اللجوء وأن من يقرر مستقبله تقاطع المصالح الدولية المتنازعة على أشلاء الشعب السوري ونقرأ في موقع ترك بريس مقالة لرداد السلام بعنوان تقسيم سوريا المدخل لسايكس بيكو جديدة يقول فيه الكاتب كمتابع للأحداث أتفهم سعي تركيا إلى محاولة التقارب مع إيران لحال المسألة السورية لكن الشيء الذي لا يمكن تصدقه مطلقا أن هناك خلافات أو تخوفات إيرانية من الدور الروسي في سوريا فهما حلفان حميمان تصل درجة العشق بينهما حدا بلغ تسلح إيران بأقوى الأسلحة وتمكنها من تصنيع السلاح ويرى البعض أن تركيا ترى أن إيران قد تلعب دورا في حال الأزمات لكني أرى أن مخطط محاصرة إيران عربيا واحتواءها تركيا قد فشل وإن كان قد نجح على مستوى الداخل العربي في محاصرة أدواتها وتجميد فعيلية عملائها المذهبيين لأن أمريكا وأوروبا رفعوا العقوبات عنها فيما دور روسيا هو تقسيم سوريا ومنح إيران حصة أكبر وتوفير أدوات كردية لها في سوريا تستطيع تحريكها ضد تركيا متى بدأت في إسناد أشقائها العرب مستقبلا إذ أن السعودية ستبقى هدفا من أهداف إيران الخاصة وتلك التي تتحرك وفق منظورات روسيا وأمريكا كحالفين لم تعد الأيدلوجيا تلعب أي دور في التفريق بينهما طالما أن هناك اتفاق مصالح وتوافق مسيحيا خفيفا أجلت تركيا مغامراتها في سوريا منذ زمن وتأجيل هذه المغامرة سيجبرها على خوض مغامرات قاسية ومكلفة ومؤلمة حفاظا على أمنها القومي فقد توفرت منذ منتصف الأزمة السورية على الأرجح الفرصة لتركيا كي تفعل ما يمنح المعارضة السورية القوة من خلال توجيه ضربة استراتيجية بالاتفاق وتنسيق مع السعودية لنظام بشار الأسد المدعوم إيرانيا وروسيا وإضعاف قوته العسكرية وتسليح المقاومة لكي تتقدم لكنها لم تفعل وترددت حتى استدرجت إيران وروسيا إلى سوريا فيما ظلت أمريكا تصدر تصريحات ماكرة جعلت العرب والأتراك يعتقدون أنها لن ترضى عما تفعله روسيا أو عن حضور روسيا إلى المنطقة لتسد فراغا صنعته أمريكا وملأته بإيران وروسيا لقد أضعت تركيا فرصة تحقيق تقدم إضافي لمفهوم القوة متنسية مضامين مفهوم نظريتها في العمق الاستراتيجي فعندما تواتيك الفرصة لتكون في تموضع قوة فلا تتأخر لأن الفراغ سيسده باحثون كثر عن القوة وختام حلقة اليوم مع جريدة حبر ومقال افتتاحي بعنوان ما بعد الهدنة الثورة مستمرة أشرت فيه الجريدة إلى أن الثوار لا يكادون يلتقطون أنفاسهم لساعات بعيدا عن القصف والموت والدمار حتى يعودوا لما عاهدوا عليه دماء الشهداء كما يقولون فثورتهم دونها ما تبقى من الدماء والأرواح والأمانة تكبر يوما بعد يوم الكثير ممن نزل إلى الشوارع لا تعنيهم الهدنة كثيرا لا تعنيهم السياسة ولا هرقطات السياسيين المبادئ وحدها هي ما تعنيهم وهي كفيلة بإسقاط كل من يتجاوزها الهدنة والحرب سيان عندهما كما الحياة والموت لم يعد هناك ما يستحق لقوف عنده سوى تلك الأحلام البعيدة ببلد تسده الحرية والكرامة إن كانت الهدنة ستحقق ذلك فأهلا بها أما إن كانت ستنال من حلم أي طفل أو شهيد أو معتقل خلف قضبان العذاب فهم على استعداد أن يحرق الهدنة وأصحابها ولسان حالهم يردد نشيد الشهداء فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ الحدى هي قضيتهم كل ما آمنوا به في هذه الحياة القصيرة وصية من رحلوا حلم من تفتحت أعينهم على الدنيا أزهر ربيع القادم مع كل آذار عبق الهالي من فنجان قهوة قد مزقته الشضايا وأغنية ترتل مع كل صباح يعاني قفيلوزه التي أذخنتها الجراح في سوريا لا زالت هناك قضية تستحق أن نحيا لأجلها ولن تستطيع ميادين السياسة أن تسلب ألقها من عيون ملايين من آمنوا بها مهما احترفت ترويض القضايا وسيستيقظ كل أولئك الذين خدعتهم مغريات الحياة أو قست عليهم ظروفها لا لشيء بل لأنهم سوريون ولأنهم أبناء هذه البلاد التي لن تملى من انتظارهم وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 موسيقى